ما عندك مطبعات مصاري بس اللي بيمولوا الكنيس والمطرانيات كتير مين عن يمول؟ ما علي خلينا نفتح هيدا الجدل كمان دي وقدام العام هيدا الجدل معقول لكنيسة كنيسة المارونية بأنطاقيا وسائر المشرق ما معها مصاري ما فيه متمولين موارنة ما فيه جهات ما فيه منظمات بيلوموا البترك انه محامة مزبوط معن حق بهاي الشغلة عن رياض سلامي وكان البترك مفكروا انه هيدا ابن الكنيسة طلع رياض سلامي مثلك مثلك يا انسان وينوه نحنا مالنا انا البنوك اللي بسميلك البنك اللي كنا نتعمل معه راح مالنا كله انا كنا عم نبطالب كنجيب مساعد صغير مال الكنيسة راح بالبنك كمان كل المال مال يعني بيتهموا البترك انه وقف حق رياض سلامي حكي حتى يحمي امواله انا بقلك الى ان في ابونا كان هو المسؤول هلأ فل من 4-5 شهور لما فل والورع ولا دولار ولا دولار بعدين من 4-5 شهور وجيه انا مسألت وما بد حب اعرف بس انا بتأكد لك مية بالمية كانوا مصريات بكركي كلهم بالبنك كل تمت مصريات الكنيسة انا قلت يعني هلأ عم بتقلي انه مصريات بكركي راحوا بالبنك انا هيدا اللي بعرف اكيدي هيدا اللي بعرف انا مصرياتي انا قلت لهم لشنا ما قيل كان عنا صليم سفير اللي هو رئيس المصارف بالأباكل مرة ومرتين مع مجمع لمطارين قلت له كيف تسمحوا لضميركن ما تقولوا لنا نحن هادي مصاري الفقراء المصريات الكنيسة مش مصرياتي انا انا هيدا السنتير وهذا العباية صرره ما عيش 3 سنين انا منو لقلي هاو مصريات الفقراء انا ليه ما قلتوا لنا تكنش لنين الفين دولار على جانب انطعمي الفقراء اللي هنصرق عبيوت عبو ابنك اليوم شو لا تعمل الفين دولار ايه يا خي بالاسم بالكلمة اللي انت هم تعمل حسابات علي قلت له ليه ما عملتها قال لي مثلي مثلك ما كنت عارف تلقف خلص هاي الكلمة انا ما بقفيني تحملها من شين هيك بقى حديث يهون انت مثلك مثلي مغبون مثلك ما انك عارف شو عم بيصير هادا جوابه ساني مصفير قدام ستين سبعين متران وخامس ستة بطارك انا اللي بدي اقول لك يا حبيبي الكنيسة متلى مثل غيرها عملت مؤسسات من اجمل مؤسسات بالعالم العربي كله ويمكن بالعالم احلى مدارس احلى جامعات احلى مستشفيات احلى مقاوي احلى دور عجزة بس اليوم وهيننا وهو مصريات الاهالي مصرياتكم كل الشعب اللبناني هو دفع تعلمنا له ولاده تطببناه تعلمنا له بالجامعة او مقاوى او كذا ما هيدا المؤسسات مصرياتكم بس اليوم شو عملت الدولة شو عملوا المسؤولين لا بق معك مصاري ولا انا بقى معي مصاري سيدنا المطران حنا رحمة من بعد الحملة على البطرك الراعي طلع احد الصحفيين المخضرمين هو مسيحي كمان ودعي لما يشبه عزل البطرك كأنه هيك عم بجرد الثقة المسيحية بالبطريارك الماروني سمعتو حضرتو بصعب ما وشي بصعب نعم نعم ريت عنه على الأخبار السريعة انا ما بقى عم بسمع أخبار ولا عن نحضر أخبار وهايك أخبار السريعة بتجاه التليفون سمعت هايك خبر بس تحكت تحكت تتسامت يعني مهضوم هيدا مثل تلميز يسوع طلع وقاحت خاين لأله سلم ولا بلاطس عم بتشبهوا ليهوزا انه عجبتني هايك انه هو انه زال معينة فلسفة على البطرق يابني بيعرفوا هاودي تاريخ البطرق نحن البطاركي قدموا شهده كنيستنا في عنا البطرق حجولة واترك حتشيتي هاودي تقدموا شهده عائم الممليك وعائم الأتراك في مطارين كتار بدون ما نسميهم ماتوا شهده وفي قافلة طويلة عريضة من الشهده ماتت من أجل الإيمان من أجل التزامة باللبنان من التزامة بالقيام بالحرية بحرية التعبير بالقيام لكرامة الإنسان ما حدا اليوم يتفلسف انه يلا ماشي الحال بندق بالبطرق نحن مانع نوقف تنقوله ان البطرق بيحمل صليبه والبطرق بيقدس نفسه والبطرق بيقدم دمه والمطران والخوري والراهب وكل لبناني صميم وشريف بيقدم نفسه عن أجل لبنان وعن من أجل خيل لبناني حاجة بقى نلعب بالنار حاجة بقى نشجع المتطرفين المتطرفين اللي هن اليوم بس ما فيه تطرف مسيحي كمان بالمواطن نعم يعني اسمعنا رئيس حزب الكتائب سامي جميل عم بيتوجه الأشيعة معي بحلقة خاصة عمنا على الجديد عم بيقول انه نحن ما بدنا من بيئة حزب الله الا انه يسهروا ويعيشوا ويروحوا ويجوا على مدارس وجامعات واحلى مدارس واحلى جامعات انا الحياة الخاصة على الانسان هو بيعيشها متل ما بده هو بيصري محل ما بده بس بتوافق على هيدا الخطاب لا انا ما عرفته ما سمعته بس سمعت الضج اللي عملوها على سامي جميل منها بمحله نحن كأنه عم نعدم بعضنا كأنه ماشي بعد الاعدام وقت الـ 14 ادار اعدموا شخصيات كتير اليوم صار فيه اعدام اعلامي لانه صار اسهل فيه دبابير ما بعرف شو بسمونه زبزبيت هادي الجيوش الالكترونية بتفلت وبتهشم بالواحد اليوم نحن مش مطلوب فينا ندخل عبيت الاخر انت اليوم بس فوت عبيت الاخر بتلاقيه بأرتبات بتمرق بالشارع بتلاقيه قردت شارع مجوي وغبرة وجي وكذا اليوم نحن مدعوين نحترم خصوصيات بعضنا البعض لكن نرجع نلتقم كلبنانيين على الايم اللبنانية اللي بتجمعنا هلا هيدا الشيكت عم تشتغل مع بهاء الحريري عليه وين صفى صديقك بهاء الحريري؟ بعده صديقي بعده صديقك بس وينه على الساحة بس قامت الايام الضمنية ما بدهم ما بدهم بلد ينهض البكير لأنه نطرين كل بلدين العالم الخماسية والسوداسية والعشورية والعشرية بلكي بس ممنوع اللبنانيين يتخاطبوا ممنوع اللبنانيين يتحاوروا بس نحنا بننطر بشو بده يقولنا السفير الفناني؟ ولكعاب زل مسخرات طيب طيب بس انت كنت بنشاط مع بهاء الحريري وتراجع هيدا النشاط البعض وبعض نعتواصل بس كد يكون فيه أمور أنا مني رجل سياسي وأنا مطرعن وبإسم كنيستي وبالتعاون والتفاهم كان مع البطرق بمرحلة معي كنا اعتبرنا حقيقة هيدا شغلة مهمة كتير وخاصة كان عندنا معلومات كاملة انه ما في طريق واضحة لاستاذ سعد الحريري دولة الرئيس يشتغل سياسة بمرحلة كنا فكرنا جديا انه هو سعد ياخد مبادرة ويقول انا المشعل اللي انا حملته يا شعب لبنان ويا محبين التيار المستقبل وغيره حخي حاضر ومستعد وبهاء كان مستعد كان وبطل بعده وكانه مستعد وقت كنت عم بيحكي انا معه هلأ ما حكيته هلأ صاري فترة ما حكيته معه بس بعده كان مستعد الى نهار المقعدة حكيته معه بدي يقوله كنت انا بتمنى شيخ سعد الحريري اذا فعلا متل ما عم بنقال انه هو ما عنده امكانيات هلأ وظروف وفتويات واشي واشي انا ما بعرفه هو بيعرفه يطلع ويقول انا خي بيقدر يكمل يحمل المشعل باسم بي واسم حيلتنا واسم هذه الحريرية وهذه الوطنية ويمشي ما عملها خيه كمان ما بعرف لأي ظروف كمان عنده ما انطلع والمعجودين حولي شو كانت الفكرة الفكرة انه ما بدنا الناس مغبونين بلبنان يقعدوا وبعدين يعملوا ردات فعل لانه صارت لهم الظرف يعملوا ردات فعل ساعة نحكي المارونية السياسية ساعة الشعية السياسية ساعة سنية انا تفكيري الوطني تعووا يا لبنانيين حكوا لغة وحدة صراحة صدق الكلام الواضح وتعووا تنتفاهم عوطن بنعيش فيه كلنا سوا لانه لبنان اصغر من وطن اصغر صغير كتير جغرافيا ما بيقدينا كلنا بدنا نعيش فيه كلنا سوا وبدنا نحافظ عليه كلنا سوا وحاجة بقى نخوم بعضنا هذا التخوين هذا لغة الضعيف ترجمة نانسي قنقر